بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانشر علينا من الستر الجميل ردا وافتح لنا منك فتحا غير منقطع وجعل لنا سندا وجعل لنا مددا وهيئ الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعات مستندا الحمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرمة وصحبه الزهدة يا رب وفقنا وكل خير هبنا وعنا نحي كل ضير وامن علينا بقضاء الحوج وكل شدة وكرب فرج أما بعد فحياكم الله بياكم في المجلس الحادي والتسعين من مجالس نزهة المشتاقين إلى رياض الصالحين نمر فيها بروض عاطر بهاج تحت أثير كوكب وضاء وهاج إلى بحر محيط ثجاج من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فما لنا غير طريق المصطفى توصلنا لربنا على صفا صلى عليه الله ما وابلنهما وما دعا لله داع في الصفا فنعتذر إليكم بادي أذي بدء على الانقطاع الذي طال جدا والحمد لله الذي يسر العودة والإتمام بفضله سبحانه وتعالى نستفتح مجلس اليوم إن شاء الله من الحديث العاشر بعد المائة والألف نستفتح مجلس اليوم من الحديث العاشر بعد المائة والألف ونسخة الكتاب مودعة لكم في قناة الحديث علومي التي عليها البث فنستفتح المجلس إن شاء الله تعالى من باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتين الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان تهجد بالليل أم لا يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام النووي قال باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتين الفجر على جنبه الأيمن بعد ركعتين الفجر أي بعد سنة الفجر يستحب له إذا صلاها في بيته أن يتجع على شقه الأيمن لا لينام وإنما فقط ليتنشطا بتلك الضجعة على أداء صلاة الفجر الفريضة بنشاط قال والحث عليه سواء كان تهجد بالليل سواء كان يعني واصل تهجد بالليل يصلى قيام الليل أو لم يصلي فيستحب له هذا الأمر كما قال النووي رحمه الله تعالى قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن قال رواه البخاري عائشة رضي الله عنها تحكي شيئا رأته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر أي ركعتين نافلة الراتبة التي هي للفجر قالت اضطجع على شقه الأيمن أي اضطجع على شقه الأيمن وليس المعنى النوم وإنما المراد الاستراحة وليس المراد منها النوم قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة يعني يصلي قيام الليل 11 ركعة فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر أي ما بين الفجر إلى العشاء يصلي 11 ركعة هذا غالب حاله صلى الله عليه وسلم وإلا فقد ثبت أنه صلى بخمس وصلى بسبع وبتسع وغالب أحواله أنه كان يصلي قيام الليل صلوات ربي وسلام عليه 11 ركعة قالت يسلم بين كل ركعتين يصلي اثنتين ثم يسلم واثنتين ثم يسلم وهكذا قالت ويوتر بواحدة التي هي الركع الحادية عشرة قالت فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر أي إذا أذن لصلاة الفجر وانتهى المؤذن من أذان الفجر عفوا قال وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين أي صلى الراتبة القبلية لصلاة الصلة الراتبة للفجر وهي قبلية وهي ركعتين وهي خفيفتين كما بينا في اللقاء المنصر أن السنة فيها التخفيف بل إن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها خفيفة جدا حتى نقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب هل قرأ فيهما بسورة الفاتحة من شدة تخفيفه لها صلوات ربي وسلامه عليه وقد بينا وقلنا ولعل الحكمة في ذلك أن يستبقي الجهد والنشاط والتركيز الأكبر لصلاة الفريضة وهي صلاة الفجر فالله قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه قالت قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اتجع على شقه الأيمن وهذا للاستراحة النبي صلى الله عليه وسلم قام قياما طويلا قالت هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيقوم فيخرج إلى المسجد قال رواه مسلم فهذا الحديث فيه استحباب أيضا قيام الليل والتطويل فيه لمن أطاق أو لمن فتح له ومن لم يفتع عليه فليأخذ له بالحد الأدنى وليتدرج وليزد يوما بعد يوم وخصوصا أننا في شعبان حتى يفتح الله سبحانه وتعالى عليه ويكون قيام الليل ليس صعبا عليه إن شاء الله في شهر رمضان الفائدة الثانية استحباب سنة الصبح وهي ركعتان استحباب سنة الصبح وهي ركعتان الفائدة الثالثة استحباب للطجاع على شقه الأيمن بعد نافلة الفجر استحباب الاطجاع على شقه الأيمن بعد نافلة الفجر ما لم يحمله ذلك على النوم يعني هذه الضجعة كما قلنا أهي للاستراحة أم للنوم هي لمجرد الاستراحة واستعادة النشاط يتجع على شقه الأيمن نعم وليس المراد منها النوم وإنما المراد منها الاستراحة ويعني انبعاث النشاط إلى صلاة الفريضة وفيه أيضا طيب يكفي هكذا قال قولها يسلم بين كل ركعتين قال هكذا هو في مسلم ومعناه بعد كل ركعتين قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر أي النافلة فليتجع على يمينه فليتجع على يمينه والعلماء ذكروا أن هذا الحكم هو خاص بالبيت لمن صلى النافلة في البيت لا لمن صلى نافلة الفجر في المسجد فإذا صلى الإنسان نافلة الفجر في البيت وهو المستحب وسيأتينا حديث خير صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة فالنافلة الأفضل أن تصلى فالرجل يصلي نافلة الفجر في بيته ثم يضجع ضجعة خفيفة ثم يمشي إلى المسجد ليدرك فضيلة الصف الأول لصلاة الفجر والمرأة أيضا تصلي نافلة الفجر في بيتها ثم تضجع ضجعة خفيفة لبضع دقائق ثم تقوم وتصلي الفجر شريطة كما قلنا ألا تحمل تلك الضجعة الإنسان على النوم إذا كان يعني يظن أو يغلب على ظنه أنه سيذهب إلى النوم ويستغرق فلا يفعل هذه الضجعة لأنها إيش سنة تؤدي إلى تضيع واجب ولا لا صلاة الفجر جماعة للرجال واجب وصلاة الفجر في وقتها أمر واجب للمرأة وللرجل فإذا كانت هذه الضجعة وهي سنة ستؤديه إلى تفويت صلاة الفجر جماعة إن كان رجلا أو إخراج الصلاة عن وقتها إن كانت امرأة فلا يطجع هذه الضجعة لأن الفريضة مقدمة على النافلة كما قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه قال فليطجع على يمينه قال نبي هوريت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليطجع على يمينه كما قلنا إذا كان في البيت دون المسجد طيب قال رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح هذا الباب قد انتهى وله ركيزتان الركيزة الأولى الاستعداد الجيد للعبادة الاستعداد الجيد للعبادة وذلك بأن هذا الاتجاع نوع من الاعداد حتى النفس يعني تأخذ قوة وانبعاثا إلى صلاة الفجر وهي الفريضة الفائدة الثانية أو الركيزة الثانية عدم الاستغراق في النوم قبيل الصلوات عدم الاستغراق في النوم قبيل الصلوات عدم الاستغراق في النوم قبيل الصلوات طيب فيه شيء كان في بالي اي نعم واستحب له الاتجاع على شقه الأيمن قالوا لأن قلب الإنسان في جهة يساره فإذا اتجع على شقه الأيمن كان قلبه خفيفا مرفرفا غير مضغوط لكن بعكس ما لو يتجع على شقه الأيسر فإنه سيضغط القلب ضغطا واضح سيضغط القلب ضغطا وهذا سيؤثر عليه في الاستغراق في النوم وربما فاتته يعني الصلاة على وقتها ثم قال بعد ذلك باب سنة الظهري أي باب سنة صلاة الظهري وهي الراتبة وقد بينا عددها والتفصيل فيها وأقوال العلماء فيها في اللقاء المنصر بما يغني عن الإعادة قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها قال متفق عليه هذا لون من ألوان النوافل التي تصلى وتؤدى في شأن صلاة الظهري قد بينا في مطرع هذه الأبواب أن الظهر في راتبتها الإنسان إما أن يصلي الحد الأعلى وهي أربع قبل الظهري وركعتين بعدها أو يصلي اثنتين قبل الظهري واثنتين بعدها وهذا هو الحد الأدنى وفي حد ثالث أعلى من هذين كلهما سيأتي في بعد بضعة حاديث فبينا أن سنن الرواتب أعلاها كم 12 ركعة صح ولنا والحد الأدنى فيها 10 ركعات فالحد الأعلى فيها 12 ركعة والحد الأدنى فيها يعني كما بينا أنها 10 ركعات طيب فهنا ابن عمر قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها ثم قال متفقون عليه قالوا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهري فهنا في هذا الحديث فهنا في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهري أربعا فبذلك يكون إجمال ما يصليه من الرواتب في ذلك اليوم 12 ركعة وحديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهري وركعتين بعدها فيكون المجموع في ذلك اليوم أنه صلى عشر ركعات من سنن الرواتب فكما بينا في اللقاء الماضي أن الإنسان عليه أن يحرص ويكون ديدا حاله أن يصلي عشرا أو يصلي 12 ركعة ماذا ذكرنا في اللقاء الماضي قلنا يحرص أن يحصل ويواضب على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله أكثر أحواله وهي أنه يصلي قبل الظهري أربعا وبعد الظهري ثنتين لكن لو كان الإنسان مشغولا أو مستعجلا أو كان لهم ظرف أو شغل فليأخذ بالحد الأدنى بيأتي بركعتين قبل الظهري وبركعتين بعدهما بعد الظهر واضح الصوت تمام والأمور طيبة طيب كما نقلنا عن ابن جرير الطبري في اللقاء الماضي أن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهري قال بعد ذلك وعنها أي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهري أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس يصلي أربعا قبل الظهر التي هي النافلة القبلية لصلاة الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس يعني الفريضة ثم يدخل فيصلي ركعتين يرجع إلى البيت فيصلي ركعتين وهما النافلة البعدية قالت وكان يصلي بالناس المغربة ثم يدخل فيصلي ركعتين يدخل فيصلي ركعتين بعد المغرب ركعتين النافلة الراتبة في البيت قالت ويصلي بالناس العشاء يعني في المسجد ثم ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وهذا فيه استحباب كون النوافل في البيت استحباب كون النوافل وأغلبها لأنه هو الأفضل كما سيأتينا في حديث لاحقا إن شاء الله تعالى فهنا حديث عائشة ذكرت قال رواه مسلم ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا كما بيناه في الرواية الماضية فهذا فيه الحديث فيه استحباب أداء الرواتب في البيت وهو الأفضل عند جمهور أهل العلم استحباب أداء الرواتب في البيت وهو الأفضل عند الجمهور هذا يقول هل تعتبر الصلاة قبل الظهرية صلاة الظحى لا صلاة الظحى شيء تكلمنا عنها بالتفصيل إنما هنا نتكلم عن بعد أذان الظهر بعد أذان الظهر نتكلم عن راتبة الظهر ثم قال وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار طيب قال رواه أبو داود والتلمذي وقال حديث حسن صحيح طيب يا جماعة حالا ما اتفقنا عليه غالبا إذا أحد قال أنا ما أسمع ما في صوت الشبكة انقطعت مدري إيش يعني أنتم إذا كنتم تسمعون ردوا تولوا الرد حتى لا ينقطع يعني تسلسل الأفكار في ذهني والمسائل فأنتم تردوا عليه إذا كنتم تسمعون وما في إشكال طيب أين وقفنا طيب مشكلة انقطعات هذه يعني تقطع حبل أفكار للنساء أحيانا الله مستعان طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار هذا الحديث فيه هذه الفضيلة العظيمة وهي أن الله يحرم الإنسان على النار فهذا يعني وعد من النبي صلى الله عليه وسلم شريطة طبعا أن يأتي بباقي المأمورات ويجتنب المنكرات فهذه الأربعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ بمعنى من داوم وواظب كان ديدن حاله وأغلب حاله أنه يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها طيب سؤال هل هذه الأربعة كيف يجمعها الإنسان مع سنن الرواتب التي هي خاصة بصلاة الظهر الآن عندنا الظهر إما أن تصلي رواتبها أربع ركعات ركعتين قبلها وركعتين بعدها صح ولا لا أو رواتب الظهر إيش أن تصلي ستا أربعا قبلها وثنتين بعدها طيب كيف أنا أريد أن أحوز الفضيلتين أريد أن أنال فضيلة سنن الرواتب وأريد أن أنال أيضا فضيلة حرمه الله على النار كيف يفعل؟ نقول له صلي ستا صلي الرواتب ستا صلي الرواتب ستا بإثنتين أربعا قبل الظهر وإثنتين بعد الظهر وزد إثنتين وزد إثنتين الخاصة بهذا الحديث من حافظ على أربع ركعات فتجمع النيتين واضح؟ فتصلي إذن أربع ركعات قبل الظهر وأربع ركعات بعد الظهر بنيتين بنية سنن الرواتب وبنية أن يحرمك الله على النار واضح المسألة؟ أعيد المرة الأخيرة فأقول أن تجمع النيات فتصلي أربعا قبل الظهر بنية الرواتب وتصلي أيضا ركعتين بعد الظهر بنية الرواتب ثم تزيد اثنتين بنية هذا الحديث فتجمع هذه النيات تجمع هاتين النيتين بأداء سنن الرواتب وأيضا أداء أن الله يحرمك على النار أن الله يحرمك على النار فتنال وتحوز هاتين الفضيلتين فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على أربع ركعات طبعا في مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها كثير من الناس لا يصل الضحى ولا يصلسون الرواتب ولا يصوم الاثنين والخميس ولا يصل الوثر تعرفون لماذا؟ عند بعض العوام وفي بعض الدول عندهم يقولون ويشيعون عند الناس أن من بدأ في هذه الرواتب لا يجوز له أن يتركها إلى أن يموت واضح؟ كثير من الناس يترك هذه النوافل صيام ثلاثة أيام من الشهر وغير ذلك لأنهم لبسوا عليه وكذبوا عليه وقالوا لو شرعت وبدأت في هذه النوافل لا يجوز لك أن تتركها إلى أن تموت يعني نوع من الالتزام وهذا غير صحيح إن واضب ولزمها فهذا خير على خير والحمد لله وإن لم يصلي فلا شيء عليه والمتنفل أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول صلاة الجمعة طيب انتظر إن شاء الله أبشر صلاة الجمعة سيأتينا باب خاص بها انتظر لا تستعجل طيب قال من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد أحرمه الله على النار قلنا يجمع فيها هذه الثمان ركعات يجمع فيها نية الرواتب ونية أن يحرمه الله على النار فيحوز الفضيلتين وهذا يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى والنية تجارة العلماء كما هو معروف طيب ثب في الذي يليه قالوا عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر يعني قبل أداء فريضة الظهر يعني إذا أذن للظهر ولم تقم الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا قبل الظهر وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد ويضبط أيضا بالضم فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح قال رواه الترمذي وقال حديث حسن هذا الحديث هو بمعنى الحديث الماضية والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات قبل أداء الفريضة أي نعم هذه الأربع التي تصلى قبل الظهر والأربع التي تصلى بعد الظهر تصلى بسلامين يصلي ركعتين ويسلم ثم أيضا ركعتين ثم يسلم ثم يسلم قال أيضا من فوائد هذا الحديث فيه استحباب أربع ركعات قبل الظهر فيه استحباب أربع ركعات قبل الظهر وفيه أيضا فقه جمع النيات فيه فقه جمع النيات وسؤال لغوي جمع نية نقول نوايا ولا نقول نيات الصواب أن نقول نيات وذلك قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولم يقول إنما الأعمال بالنوايا فتقول جمع نية نيات وفي معرفاتكم اكتبوا سفير النوايا نيات الحسنة أو سفيرة النيات الحسنة لا سفير النوايا الحسنة لأن النوايا جمع نوية وهي الناقة السمينة القوية طيب فقلنا الفائدة الثانية فيه فقه جمع النيات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيّن لنا أن ما بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر أنه وقت تفتح فيه أبواب السماء أنه وقت تفتح فيه أبواب السماء فنقول الفائدة الثالثة أن العمل والدعاء أن العمل والدعاء أن العمل والدعاء بين أذان قبل أي أن العمل والدعاء أن العمل والدعاء فيما بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر أرجى للقبول أن العمل والدعاء فيما بين الأذان والإقامة من صلاة الظهر أرجى للقبول لأنه تفتح فيه أبواب السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم في النيات ذكرنا أبيات نوية هناقة سمينة فقلنا والله نسيت البيت الشطر الثاني ونية تجمع بالنيات إلى آخر الشطر الثاني نسيته نعم طيب الفائدة الرابعة اغتنام الأوقات الفاضلة للعمل الصالح اغتنام الأوقات الفاضلة للعمل الصالح فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقت تفتح فيه أبواب السماء فأحب أن يصعد لي أو أن يصعد على الضبطين لي فيها عمل صالح طيب هذه نعم هي الفائدة الأخيرة طيب في الذي يليه قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الراتبة القبلية لصلاة الظهر فإنه يقضيها بعد الظهر وهنا مسألة وهي الإنسان لو فاتته الراتبة القبلية للظهر وصل إلى المسجد إن شغل صار له ظرف أو أي شيء صلت صلاة الظهر الفريضة طيب إذا انتهى هل يقضي راتبة الظهر القبلية أولا ثم يأتي بالراتبة البعدية أو العكس نقول له لا العكس إذا انتهيت من صلاة الظهر إيتي بالنافلة البعدية وهي ركعتان ثم قم وقضي الراتبة القبلية حسب ما تيسر لك إن شئت ركعتين أو إن شئت أربعا واضح هذه المسألة فنبدأ بالأداء قبل القضاء فالركعتان البعديتان هذه أداء هذا وقتها أليس كذلك والأربع القبلية هذه إيش قضاء والأداء مقدم على القضاء والأداء مقدم على القضاء فهذا الحديث فيه فائدة عظيمة وهي أن من فاتته راتبة جاز له قضاؤها أو استحب له قضاؤها من فاتته راتبة استحب له قضاؤها هذه الفائدة الأولى أن من فاتته سنة راتبة استحب له قضاؤها الفائدة الثانية فيه الحرص عن الاستمرار للعمل الصالح النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الراتبة القبلية ومع ذلك أتى بها بعد الصلاة من باب إيش الحرص على الاستمرار للعمل الصالح والمداومة عليه من باب الحرص على العمل الصالح والمداومة عليه طيب قال رواه الترمذي وقال حديث حسن طيب هذا الباب قد انتهى وله أربع ركائز الركيزة الأولى التربية على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم التربية على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على صلاة الجماعة في المساجد للرجال ذكرنا الرواتب هذه كلها يصلي ركعتين ثم يسلم الراتب القبلية للظهر إذا صلى أربعا يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين وأيضا لو صلى أربعا بعد الظهر ليدخل في فضيلة حرمه الله على النار أيضا يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم مثنى مثنى طيب ذكرنا الركيزة الأولى وهي التربية على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على صلاة الجماعة في المسجد الركيزة الثانية أفضلية التطوع في البيت أفضلية التطوع في البيت سيأتينا حديث خاص بها ثالثا الركيزة الثالثة التربية على اغتنام الأوقات الفاضلة التربية على اغتنام الأوقات الفاضلة الركيزة الرابعة التربية على فعل الخير التربية على فعل الخير وتعويضه بعد فواته التربية على فعل الخير وتعويضه بعد فواته فالنساء إذا فاتته فنافلة أو فضيلة يحرص على أن يعوض بكثرة الحسنات أو إن كانت تلك الصلاة مما يمكن قضاؤها من النوافل فليقضيها طيب هنا مسألة بخصوص السؤن القبلية بالذات معشر النساء هل هي فقط مقتصرة على ما بين الأذان والإقامة بسماع أصوات مكبرات المساجد نقول الجواب لا الجواب لا ما دام أن الوقت الصلاة لم يخرج فنفرض مثلا في بعض البلدان يؤذن الظهر الساعة 12 ونصف ويؤذن العصر الساعة 4 فالمرأة مثلا صلة الظهر الساعة الواحدة صلة الظهر الواحدة والنصف صلة الظهر الساعة 2 هل هذا هو وقتها أم لا خرج وقت الصلاة الجواب الجواب هو وقتها وقتها ما خرج لا ما خرج وقتها فهنا تصلي الراتبة القبلية تصلي أربعا الحد الأعلى أو إن لم تكن بها طاقة أو بها شغل فتصلي ركعتين ثم تصلي الظهرة ثم تأتي بالراتبة البعدية واضح ثم تأتي بالراتبة البعدية فكثير من النساء عندهن الظن أنها يعني الراتبة القبلية في حق المرأة مرهونة بإقامة الصلاة في المسجد فإذا أقيمت الصلاة في المساجد فإنه خلاص تظن أن وقتها الراتبة القبلية قد فاتها والذي ستصليه يعتبر قضاء لا ليس بذلك ليس ذلك بصحيح فتصلي يعني الراتبة القبلية ثم تأتي بالظهر ثم بعد ذلك تأتي بالراتبة البعدية تقول عادي أصلي حتى لو باقي ما أذن لا هذه من الأخطاء التي أيضا تأتينا السئلة فيها هل يمكن أن أصلي الراتبة القبلية لصلاة الظهر قبل أذان الظهر في المساجد الجواب لا لأنه إذا ما أذن يعني ما دخل وقت الصلاة واضح أنت تصلي راتبة الظهر فكيف تصلي راتبة الظهر وما دخل وقت الظهر أصلا وما دخل وقت الظهر لا هذا غير سديد كذلك يدخل مع النساء من صلى في البيت لعذر من صلى في البيت لعذر فإنه أيضا يعني ولو قيمة الصلاة في المساجد مثلا إنسان مريض مقعد في البيت وأراد أن يصلي الظهر مثلا الساعة الواحدة بعد أن انتهت الصلاة في المساجد فنقول له إيت بالراتبة القبلية ثم صلاة الظهر ثم بالراتبة البعدية واضح هذه المسألة فمن صلى في البيت كالنساء أو من الرجال من صلى في البيت لعذر لم يستطع حضور الجماعة أو فاتت بناء الصلاة بسبب نوم مثلا ثم استيقظ مثلا الساعة الثانية ظهرا فنقول له إيت بالراتبة القبلية ثم بالظهر ثم بالراتبة البعدية لأن وقت الصلاة ما زال لم يخرج بعد أظن كذا المسألة واضحة طيب بعد ذلك قال باب سنة العصري وهي من السنن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها لكن ليس على المداومة كالمداومة على سنن الرواتب ولذلك يعني ما يصلى قبل الظهر قبل العصر أفوا لم يعده العلماء من الرواتب لماذا لم يعده العلماء من الرواتب لأنه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواضب عليه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها فذلك لم تعدى سنة العصر من الرواتب طيب هذا أيضا سؤال جيد هل يجوز أن أفصل بين الصلاة والراتبة البعدية يعني مثلا امرأة صلت الظهر في بيتها ثم بعد ذلك ذهبت إلى مطبخها لمزاولة أمور الطبخ ووضع القدر على النار أو الانتباه له نعم ما فيه بأس ما فيه بأس أن يكون ثم تفاصل بين الصلاة وبين الراتبة البعدية النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب في المسجد ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت ويصلي النافلة وسيأتينا أصلا حديث أن الإنسان لا ينبغي أن يصل صلاة بصلاة سنأتي عليها هذا يقول هل هناك سنة غير القبلية تسمى سنة الزوال نعم ذكره بعض أهل العلم والمرجح في هذا أنها هي راتبة الظهر القبلية هي راتبة الظهر القبلية هذا يقول وإن صلى لا حرج وإن صلى إيش على كل حال المطلوب في هذا أن الإنسان إذا صلى الراتبة إذا صلى الفريضة يجلس يذكر الله ثم بعد ذلك الأفضل أن يذهب إلى بيته ويصلي النافلة إذا كان رجلا والمرأة يعني تفصل بين الصلاة الفريضة وكذلك بين النافلة بكلام أو انتقال كما سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله في حديث لاحق طيب قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طيب هذا سؤال يقول هل أستطيع أن أفصل بينها وبين الفرد بمدة ببسيطة كعشر دقائق نعم الوقت ما خرج يا إخواني يا أخواتي الراتبة هي تابعة للوقت يعني احفظوا وفهم هذا الضابط الآن راتبة الظهر هي إيش لصلاة الظهر ما دام وقت الظهر لم يخرج فيمكن أن تصلي راتبتها واضح راتبة المغرب هي راتبة إيش راتبة لصلاة المغرب طيب أنت صليت المغرب الآن ثم ذهبت لشغلة بسيطة وما خرج وقت المغربي فتصليها الراتبة البعدية وإن كان الأفضل ألا تنشغل واضح لكن لو جاءك ظرفون أو أمر أو نحو ذلك ثم تحركت واحد قال لك تعال شيل السيارة لبق السيارة قفلت على الناس ذهبت وشلت السيارة ثم أتيت وصليت ما في بأس واضح يا إخواني وإخواتي فراتبة الصلاة هي تابعة للصلاة ما دام وقت الصلاة لم يخرج فتصلي راتبتها البعدية نعم هذا لي ذكرنا أنه صلاة النافلة يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ذكرنا هذا القبلي والبعدي عموما من فاته شيء فليرجع لأول التسجيل حتى لا يعني يذهب الوقت في الإجابة عن أشياء التي قد سلف وقتها وبالنسبة لصلاة الرواتب نعم مسألة أخيرة ذكرناها في أول الباب لكن لطول الانقطاع النبي صلى الله عليه وسلم كانت راتبة الظهر والمغرب والعشاء في السفر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فكان يصلي فقط راتبة الفجر والوتر والضحى وأما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في سفره قال باب سنة العصر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال رواه الترمذي وقال حديث حسن قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم أي يصلي ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين ثم يسلم قالت يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين يعني إيش يفصل بينهن بتشهد كامل ألستم تقولون في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وفي الترمذي فإذا قال ذلك شملت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء صح ولا لا فمقصود عائشة رضي الله عنها يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم والمسلمين والمؤمنين يعني أنه كان يتشهد يصلي ركعتين فيتشهد تشهدا كاملا ويصلي على النبي ثم يسلم ثم يقوم ثم يأتي بركعتين أيضا أخرين بعدها ويأتي بركعتين بعدها أيضا مسألة وهو أن الإنسان إذا صلى هذه الرواتب إذا صلى الراتب القبلية مثلا للظهر في المسجد أو هذه الأربع ركعات لسنة العصر في المسجد فهي تغنيه عن تحية المسجد يجمعها معنية تحية المسجد فينال أجرى فضيلتين قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا يعني بتسليمتين يعني بتسليمتين قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ يعني صلى قبل العصر أربعا جملة رحم الله تحتمل إما أن تكون دعاءا فيكون معناها اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعا فتكون هذه بمعنى الدعاء وتحتمل أيضا أن تكون بشارة تحتمل أن تكون بشارة وإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى قبل العصر أربعا تمت له رحمة الله واضح؟ فإما أن تكون بمعنى الدعاء وإما أن تكون إخبارا يتضمن بشارة ولا تعارض بين القولين هذا الحديث فيه من الفوائد استحباب أربع ركعات قبل العصر بتسليمتين استحباب أربع ركعات قبل العصر بتسليمتين الفائدة الثانية دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو البشارة لمن صلى قبل العصر أربعا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة أو البشارة لمن صلى قبل العصر أربعا ثم في الذي يليه هل سنة العصر تصلى قبل الأذان أو بعد يا إخواني يا أخواتي هذه كلها بعد الأذان الآن قال باب سنة العصر كيف تصلي سنة العصر وما دخل وقت العصر يصلح ألا ما يصلح إذا قال باب سنة الظهر كيف تصلي سنة الظهر وما دخل وقت الظهر هذه قلت لكم الضابط هذه مربوطة بصلواتها إذا ما دخل الوقت كيف تصليها ما دخل وقتها ما يمكن أن نصليها أصلا طيب قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلي قبل العصر ركعتين قال رواه أبو داود بإسناد صحيح فأنت قبل العصر بالخيار إما أن تصلي ركعتين وإما أن تصلي أربع ركعات فأتنال أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بالرحمة أو الإخبار المتضمن للبشارة المتحققة لك بالرحمة من الله سبحانه وتعالى طيب قال ذكرنا هذا هذا الحديث الأخير حديث علي أن النبي أيضا كان يصلي أيضا قبل العصر ركعتين وكان أيضا يصلي أربعا في رواية ثانية ما فائدة مثل هذا التنوع يا إخواني يا أخواتي أحيانا إنسان يكون فيه عنده كسل واضح هذا التنوع في السنن من فوائده أن الإنسان أحيانا يكون متعبا أحيانا يكون كسلان يعني طاقته ونشاطه لا يدعمه ليصلي مثلا أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فيأخذ الحد الأدنى فيصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر أحيانا يكون مشغولا واضح هذا التنوع رحمة وأيضا من فوائده كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الإنسان يحرص على أن يصلي أن يأتي بالسنن المتنوعة وفيه فائدتان الفائدة الأولى أنه أتى بكل الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية أنه يحفظها فالشيء إذا طبقته وحفظته ورسخ في ذهنك فالتنوع هذا يعني أن الإنسان يستفيد منه تأرى أن تكون مشغولا تأرى أن تكون مستعجلا مرة كسلان مرة كذا فتستفيد من هذا التنوع طيب هذا الباب انتهى وله يعني ثلاث ركائز الركيزة الأولى هي ركيزتان عفوا التربية بالدعاء عفوا ثلاث ركائز التربية بالدعاء وهذا باب عظيم نغفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأا صلى قبل عصر أربعا فولدك مثلا مقصر في النافلة تقول أسأل الله أن يفتح عليك في سنة الرواتب أنت الآن وجهته بأسلوب اللطيف ودعوت لهم صح ولا لا التربية وتقويم السلوك بالدعاء باب عظيم أولا فيه لطف ما فيه إغلاظ ثانيا فيه دعاء فيه دعاء فبنتك يعني عندها تأفف من الحجاب ونحو ذلك قول أسأل الله أن يفتح عليك في الستر والتزام الحجاب أسأل الله عز وجل أن يوفقك يا ولدي لحب العلم فأنت حثثته على العلم ودعوت له أسأل الله يا ولدي أن يكره إليك الدخان أسأل الله أن يكره إليك يعني لبس الشورة القصير والتجول به في الشوارع ونحو ذلك فهذا التربية بالدعاء باب عظيم نغفل عنه فيه فوائد وفيه أيضا لطف وفيه أيضا رحمة وحرص على الطرف الثاني يستشعر أنك ترحمه وتوجهه الركيزة الثانية التربية على معايشة الصالحين وأهل الفضل ولو بالاستحضار التربية على معايشة الصالحين وأهل الفضل ولو بالاستحضار لما تقول في تشهدك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الآن عباد الله الصالحين في الأرض وفي السماء هل رأيتهم كلهم هل تعرف عددهم الجواب تقطعا لا لكن استحضار هذا المعنى يعينك على التأسي لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ذلك شملت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء أنت إذا تريد أن يدعو لك جميع المسلمين في كل صناة وفي كل نافلة كن من الصالحين عدد المسلمين كم مليار وثمانمائة مليون صح تريد من هؤلاء جميعا أن يدعو لك في فرائضهم ونوافلهم الشرط شرط واحد كن من عباد الله الصالحين ليش لأن في التشهد يقولون السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال ذلك شملت كل عبد صالح في الأرض وفي السماء كوني امرأة صالحة يوميا يدعو لك يعني الملايين المسلمين من شرق الأرض ومغربها في صلوات عديدة في نوافلهم وفرائضهم طيب الفائدة الركيزة الثالثة أهمية قراءة سير الصالحين أهمية قراءة سير الصالحين وهذا باب عظيم وأنتم تعلمون أن ثلث القرآن قصص وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وأيضا قال ابن المبارك سير الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها بعض عباده وقال أبو حنيفة بعض السيري أحب إلي من بعض الفقهي بعض السيري أحب إلي من بعض الفقهي فهذا باب شريف عظيم خصوصا في التربية تربية نفسك وتربية أولادك وطلابك احرص على هذا الباب فإنه باب عظيم القراءة في سير الصالحين والتعليق عليها والتركيز على الجوانب التميز ونحو ذلك فأذي فائدة عظيمة ترقي النفس إلى الاتساء وإلى الاقتداء بهؤلاء الصالحين قال بعد ذلك باب سنة المغرب بعدها وقبلها قال تقدم في هذه الأبواب حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها وهما صحيحان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد المغرب ركعتين قد تقدم قال وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء يعني قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب كرر ثلاث مرات ثم قال لمن شاء قال لمن شاء ليبين أنه نافلة وليس أمر واجب فهذا فيه الحرص على الازدياد من النوافل الحرص على الازدياد من النوافل الفائدة الثانية شدة الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كرر الأمر ثلاثا رغم كونه نافلة شدة الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم حيث كرر الأمر ثلاثا رغم أنه نافلة نعم هذا كله يا إخواني وإخواتي بعد أذان المغرب قبيل أذان المغرب هذا وقت نهي صح ولا لا هو الإمام أنه قال باب سنة المغرب أي سنة صلاة المغرب يعني إذا دخل وقت المغرب بالأذان فالمقصود به هنا أن الإنسان يصلي قبل الأذان قبل الصلاة عفوا قبل أن يصلي صلاة المغرب والمرأة على ما بيناه في الظهر على ما بيناه في الظهر فما دام وقت المغرب موجودا فالمرأة تصلي ركعتين قبل المغرب ثم تصلي المغرب كم على نفس التفصيل الذي بيناه في شأن صلاة الظهر يا إخواتي ارتباط المرأة بمسألة الأذان والإقامة في المسجد لا داعي له هذا شيء يخص من حضر في المسجد واضح؟ المرأة ما دام وقت الصلاة لم يخرج فهي غير مرهونة بهذه المدة الزمنية المقدرة التي بين الأذان والإقامة في المساجد واضح؟ المرأة غير مرتهنة بهذا ما دام أن وقت الصلاة موجود ووقت الصلاة لم يخرج فهي تصلي كل ما يسمى قبل الصلاة هذا الارتباط الذهني فكو حل قيده أو أحللنا قيده معشر النسوة طيب وين كفنا؟ حديث أنس قالوا عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغربي أي بعد الأذان وقبل الإقامة قال رواه البخاري فهذا فيه أن الصحابة كانوا حريصين على هاتين الركعتين قبل صلاة المغرب على الركعتين قبل صلاة المغرب كانوا يبتدرون السواري السواري الأعمدة وهي الأسطوانة التي تسند سقف المسجد فهذا فيه المبادرة إلى النوافل وفيه فائدة ثانية حرص الصحابة على الإتيان بالنوافل وفيه أيضا فائدة ثالثة اتخاذ السترة فضيلة واستحباب اتخاذ السترة إذا صلى الإنسان يتخذ سترة حتى لا يأتي أحد يقطع عليه صلاته أو يمر من بين يديه وخصوصا إذا كان إماما أو منفردا المأموم تابع للإمام فإذا صليت منفردا أو إماما احرص أن تصلي إلى سترة فإن لم تجد فعلى أقل من أن تصلي إلى خط أو تخط خطا كما جاء أيضا في بعض الأحاديث قال وعنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس بعد غروب الشمس قبل المغرب يعني بعد أذان المغرب بعد أذان المغرب فقيل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا فلم يأمرنا ولم ينهنا وجاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وحض عليها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب وحديث آخر بين كل أذانين صلاة قال وعنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري بادروا إلى الأعمدة بعد أذان المغرب قال فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما يظن أنهم يصلون النافل البعدية فهذا فيه آكدية الحرص على الركعتين قبل صلاة المغرب وشدة حرص الصحابة رضي الله عنهم عليها قال رواه مسلم وهذا الباب قد انتهى وله ركيزتان الركيزة الأولى الدلالة والتواصي على فعل الخير أو الدلالة والتواصي بفعل الخير الدلالة والتواصي بفعل الخير النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب الركيزة الثانية حسن الاستمداد من سير الصالحين حسن الاستمداد والاقتباس من سير الصالحين أنا سرضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري فلذلك ذكرنا أن من أعظم ما يربي الإنسان نفس به نفسه الحرص على سير الصالحين الحرص على سير الصالحين فإن لها تأثيرا على نفس الإنسان وتنشيطه لفعل الخيرين واجتنابي المنكري طيب هذا الباب انتهى ثم الآن بعده قال باب سنة العشاء بعدها وقبلها قال فيه حديث ابن عمر السابق قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العشاء وحديث عبد الله ابن مغفل بين كل أذانين صلاة وقد بينا هذا الحديث قال متفق عليه فإذن كل صلاة أراد الإنسان أن يصلي قبلها ركعتين له ذلك الرجال في المساجد بين كل أذانين صلاة أي بعد الأذان وقبل الإقامة والمرأة يعني تصلي قبل الفريضة ما دامت في وقت الصلاة تصلي قبل الفريضة ركعتين ثم تصلي الفريضة ثم تأتي بالنافلة البعدية على مثال صلاة المغرب والعشاء ونحو ذلك هذا الباب له ركيزة واحدة وهي النوافل سياج الفرائض لاحظوا يعني فيه سياج قبل الصلاة وهذا معنى تربوي لو لا ضيق الوقت لعلقت عليه تعليقا طويلا لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن السوار ما أحاط بالمعصم يا إخواني يا أخواتي من يقتصر على الفرائض فإن الشيطان سيوسس له في ماذا في الفريضة صح ولا لا لكن من كان يصلي النوافل يحرص عليها الشيطان دائما إيش يبدأ لك بالأخف فالأخف صح ولا لا سيأتيك يوسس لك في النوافل فإذن يعني الفريضة بعيدة عن أن يوسس لك يعني بعيدة أن يوسس لك في الفرائض فالنوافل سياج الفرائض فلذلك الإنسان يحرص على أن يأتي بهذه النوافل لأنها سياج وسور حام لفريضة الإنسان وفيه أيضا تهيئة النفس للعبادة فالإنسان إذا صلى هاتين الركعتين قبل الصلاة فإنها مثل التهيئة مثل الصورة المصغرة للصلاة حتى إذا ما دخل في الصلاة دخلها بنفسية وإقبال ونشاط ونحو ذلك وأيضا ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى فائدة في هذا المعنى الآن أشارككم إياها على الخناة وهذه الفائدة تكتب ولو بالخناجر على الحناجر وتكتب بأغلى المداد ولو بماء الأحداق شاركتكم إياها في القناة ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر هذه الفائدة في فتح الباري قال ملازمة الاقتصار على الفرائض وترك النوافل يفضي إلى إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة اللي يقول أنا بس ما أصلي إلا الفرائض هذا سيؤدي به إلى البطالة واستثقال الصلاة أما من يحارب نفسه ويجاهدها على النوافل فإنها تكون مهيئة ومنشطة له في شأن الفرائض هذا سؤال جيد يقول هل تحية المسجد تندرج تحت بين كل أذانين صلاة نعم إذا صلىها نعم فهي داخلة في هذا المعنى فإذا أراد أن يجمع هذه النيات فإنها أيضا أكثر من فضيلة ينوي بهذه الركعتين إذا دخل المسجد ينوي بها امتثال حديث بين كل أذانين صلاة وينوي أيضا بها الامتثال لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فبذلك ينال أجرين ينال أجرين وأيضا إن ضم إليهما أيضا نية ركعتين الوضوء أيضا فضيلة ثالثة وهذا استثمار في باب العبادات فإن بلالا رضي الله عنه قال يا رسول الله قال بلالا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال إني دخلت الجنة البارحة فسمعت خشخشتنا عليك في الجنة قال أخبرني بأرجع عمل قال يا رسول الله إني ما توضأت غضوءا إلا صليت ركعتين فللإنسان أن يجمع هذه النيات الثلاثة نية ركعتين الوضوء ونية بين كل أذانين صلاة ونية إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإن الثلاث فضائل وهذا من باب الاستثمار في العبادة هذا من باب الاستثمار في العبادة وتعظيم الأجور بعظيم الاستحضار ولذلك هذا يعرفنا يا إخواني وإخواتي أنه في العبادة فرق هائل بين من يصلي وهو يستحضر الصلاة ومعانيها والنيات الحسنة وبين الغافل صح أو لا وذلك الله سبحانه وتعالى نهان عن الغفلة ولا تكن من الغافلين فالذي يصلي سادرا مستعجلا يصلي كنقر الغراب ولا يستحضر وذلك هذا يعرفكم بقيمة كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأعمال تتفاضل بتفاضل النيات واضح أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلب من النيات يقول هل هناك ركعتين لكل وضوء نعم إذا الإنسان توضأ وكان الوقت غير وقت نهي فله أن يصلي ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم أقر بلالا على هذا الأمر أني ما توضأت وضوءا إلا يعني صليت ركعتيني في ذلك سماها العلماء ركعتين وضوء طيب الحديث الذي يليه قال باب سنة الجمعة قال فيه حديث ابن عمر السابق تقدم معنا في اللقاء المنصر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الجمعة متفق عليه قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا فليصلي بعد أربعا هذا لمن صلىها جمعة قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته طبعا هذان الحديثان فيهما مسائل المسألة الأولى مثل النساء يصلينا ظهرا في بيتهن فيعملنا بنفس القواعد التي بيناها في باب سنة الظهر القبلية والبعدية انتهينا من باب النساء المسألة الثانية من صلى جمعة من صلى الجمعة أولا الجمعة من حضر لصلاة الجمعة الجمعة ليس لها سنة قبلية الجمعة ليس لها سنة قبلية انتبهوا معشر الرجال الآن من حضر لصلاة الجمعة من الرجال هو على حالتين الحالة الأولى أن يأتي قبل أن يقوم الإمام قبل أن يدخل الخطيب واضح؟ أن يأتي قبل أن يدخل الخطيب فيصلي ما كتب الله له كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الخطيبة فيصلون ركعتين ركعتين ما كتب لهم الآن هذه الحالة الأولى من حضر إلى صلاة الجمعة حتى المرأة مثلا حضرت صلاة الجمعة في المسجد والخطيب لم يصعد على المنبر فالمسنون في حق الإنسان إن اقتصر على ركعتين تحية المسجد بها ونعمة إن أراد أن يتنفل تنفلا مطلقا ركعتين 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 ما شاء الله له ذلك لكن ما في سنة قبلية راتبة اسمها قبلية الجمعة واضح الفرق بين الأمرين فله أن يصلي نفلا مطلقا له أن يصلي نفلا مطلقا إذا حضر قبل أن يصعد الخطيب على المنبر يصلي نفلا مطلقا لكن لا يسميها راتبة الجمعة ما هي راتبة طيب هذه الحالة الأولى الحال الثانية الحال الثانية أن يدخل والإمام يخطب أن يدخل والإمام يخطب فهنا له أن يصلي فقط يصلي تحية المسجد ركعتين لا يصلي أكثر من ركعتين فقط يكتفي بتحية المسجد كما فعل رجل دخل في المسجد والنبي يخطب فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين فعموما الرجال لهم من حضر صلاة الجمعة له حالتان كما بينا أن يحضر قبل أن يصعد الإمام على المنبر فله أن يصلي الضحى وأيضا أن ينويها ضحا مع تحية المسجد ويصلي أيضا ما كتب له نفلا مطلقا نعم له كل هذا الحال الثاني أن يدخل والإمام على المنبر فهنا ليس له إلا أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولا يزيد هذا هو التفصيل وأما ما بعد صلاة الجمعة ففيها حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء صلى ركعتين بعد الجمعة وإن شاء صلى أربع ركعتين بعد الجمعة إن شاء صلى ركعتين بعد الجمعة وإن شاء صلى أربع ركعتين بعد الجمعة يفصل بينهن بسلام يفصل بينهن بالتسليم هذا ما يخص قبل الجمعة وبعد الجمعة على التفصيل الذي ذكرناه طيب طيب بدأنا من حديث كم 1110 طيب جيد الآن نخذنا تقريبا 18 حديثا أو 19 حديثا هذا عدد طيب جيد لو أخذنا كل لقاء 20 حديثا إلى 30 حديثا يكون حسن طيب في 5 دقائق من عنده استشكال في باب النوافل نجيب عن هذه الأسئلة سريعا في 5 دقائق ثم نختم المجلسة بدعاء هل تسقط هذه الرواتب على الحاج أو المعتمر لمشقة الوضوط والانتظار على كل حال المسافر كما بينا راتبة الظهر والمغرب والعشاء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في السفر إذا كان هذا معتمر مسافر أو حاج مسافر وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يواضب على الوتر والضحى وركعة الفجر والوضوء لا يستلزم أنه لكل نافلة أن يجدد وضوءه هذا ليس بلازم هذا دعاء الاستفتاح كل نافلة السؤال غير واضح جيدا على كل دعاء الاستفتاح إذا صلى إنسان قيام الليل فإنما يكون دعاء الاستفتاح في أول ركعة من قيام الليل ما بعد ذلك ما يحتاج أن يعيد دعاء الاستفتاح إذا صلى السنة بعد الجمعة في البيت وصليها ثانيا صلىها في الميت تكون أربعة نعم هذا التفصيل ذكره بعض أهل العلم أنا نسيت أن أنقول لكم نعم بعد هذا الحديث في كلام ابن المنذر في الأوسط ذكره قال ابن المنذر إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا يفصل بينهن بسلام في شأن الجمعة بعد الجمعة ذكر ابن المنذر في الأوسط أنه إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صلى أربعا يفصل بينهن بسلام بعض أهل العلم ذكر تفصيلا في ذلك وقال إذا صلى في البيت في المسجد صلىها أربعا وإن صلى في البيت صلىها أربعا هذا تفصيل يذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة لأجل أن لا تشتبه الفريضة بالنفل لهم تعليل في هذا على كل حال وبعض أهل العلم ما ذكر هذا القيد ما ذكر هذا القيد وإنما أطلق فمن عمل بهذا أو عمل بهذا يعني ما في بأس هذا يقول إذا سافرت الأتم أم أقصر ألا لا يقصر إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أحيانا أكون خارج المنزل وأعود بعد أذان الظهر وتفوتني صلاة الضحى خلاص صلي الضحى قبل ما تخرج من البيت صلاة الضحى يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بعشر دقائق أو اثنتي عشرة دقيقة إذا كنت موظفة صلي قبل أن تذهب إلى الدوام لا تعرضها للفوات وخروج الوقت إلا من خرج عنه صلاة الضحى لظرف أو أمر قاهر فقضاها فما في بأس أن يقضي معتاده من هذه السنن حديث من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم من البيت في جنة إذا لم أصلي قبل الظهر أربع ركعات وصليتها بعد المغرب هل يكتب لي لهذا الأجر الله أعلم تفسير أم حبيبة لهذا الحديث أنها قالت أربع ركعات قبل الظهر في حديث من صلى لله ثنتي عشرة ركعة هذا معنى سؤالها هل يصلح المواظبة على صلاة الضحى نعم تصلح المواظبة على صلاة الضحى وإن كان مشهور الحنابلة على خلاف ذلك الحنابلة يقولون يصلي أياما ويترك أياما لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أبا هريرة وأوصى أظن أبا الدرداء قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بأمون قال منها وركعتي الضحى فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد له لم يقل له صليها أياما لا تصليها أياما فيواظب ما فيه بأس وإن كان مشهور الحنابلة أنه لا يواظب عليها لكن لو واظب عليها فتوصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة لم يحددها له بأيام دون أيام صلاة الضحى نصليها يوم نتركها بعض أيام ذكرت الجواب قبل قليل هل تقضى سنن الرواتب لصلاة الظهر مثلا بغير وقت صاد الظهر إذا ذهب وقتها مسألة خلافية بين أهل العلم والذي يرجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنه يقضيها ما دام وقتها لم يخرج وبعض أهل العلم يوسعوا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوفد الذين شغلوه عن صلاة عن ركعته الظهر البعدية قضاها بعد العصر فقالوا حتى لو خرج وقتها له أن يقضيها ففيه القولان عند أهل العلمي الناس تقول لم يدام عليها صلاة الظهر أجبت عن هذا السؤال قبل قليل هل صلاة السنة قبل الظهر ورد بدون تشهد؟ لا يصلي ركعتين ثم يتشهد كما قالت عائشة ثم يصلي الركعتين التاليتين يفصل بينهما طيب هذه مجملة الأسئلة التنفل قبل صلاة الجمعة بالمسجد هل يكون بعد الأذان؟ الكلام بعد الأذان الأذان الأول إذا حضر الإنسان المسجد أو لو حضر أيضا قبل الأذان الأول يصلي هذا وقت يعني يجوز فيه النفل المطلق ليس وقت نهيا من بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى صعود الإمام على المنبر هذا كله وقت للنفل المطلق فيصلي الإنسان إذا حضر المسجد ما كتب له حتى يصعد الخطيب على المنبري طيب ما صحة حديث حرم الله وجهه على النار من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد الظهر حرمه الله على النار هذا هو الحديث الوارد عن أم حبيبة وفي حديث ثاني في صلاة العصر من حافظ على أربع قبل العصر حرم الله وجهه على النار لهذا ضعيف الصحيح في العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصري هل قبل صلاة العصر بعد الأذان أو قبل دخول وقت العصر بينا بعد أذان العصر بعد دخول وقت العصر يبدو بعض الأسئلة أن أصحابها دخلوا متأخرين فيرجعوا إن شاء الله إلى التسجيل ويستدركوا مفاتهم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أولى وأسلم ما كان من صواب فمن الله وحده الرحمن وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه مسألة أخيرة هذا يقول يعني لا يوجد وقت نهي قبل الجمعة نعم بعض أهل العلم ذكر أن يوم الجمعة وقت النهي الذي هو قبيل الظهر بعشر دقائق قالوا هذا ليس يعني من حضر صلاة الجمعة لا يشمله من حضر المسجد يوم الجمعة لا يكون هذا الوقت ووقت نهي في حقه طيب اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك إلا أنت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وجميل العاقبة والعون على الطاعة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت اللهم إنا نسألك التقاه والهدى والعفاف والغنى اللهم صب علينا الخير صبا صبا ودره علينا درا درا ولا تجعل عيشنا كدا ولا نكدا يا رب العالمين اللهم لنا وللحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات يسل لنا أمورنا وضموحاتنا في عفو وعافية اللهم ما أسألناك فأعطنا وما لم أسألك فابتدئنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأغني فقيرنا وأشبع جائعنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نستنزل لطفك ورحمتك وكرمك وجودك لإخوائنا المصدعفين في كل مكان اللهم لهم في غزة وفي السودان وفي صيل الشعبية وفي بورما وفي كل بلاد الإسلام اللهم كلهم عون ونصير واللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اللهم أنزل عليهم من الرحمة أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يامن له الدنيا والآخرة وإليه المرجع ومتناد اللهم عليك بإعداء الدين اللهم عليك بإعداء الدين فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعله لمن خلفهم عبرة وآية اللهم من كان في الحاضرين والحاضرات له دين عليه دين أو له أمنية أو ضموح أو حاجة أو سؤال مما يعلمه الناس أو لا يعلمه الناس اللهم اقضيها لو في عفو وعافية واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين قد انقطع اللهم من غيرك الرجا فأدركنا أي رباه ورحم وأنعمي وأشربنا يا رباه في القلب حب ما تحب وكره كل غين ومأثمي ونسألك اللهم منك إعادة من الحورك بعد الكور والبوء كالعمي وأوزعنا أي رباه أن نشكر التي علينا بها أنعمت والفضل تممي وصلي على خير البرايا محمد وأصحاب الغر الميامين سلمي وها أنا أطوي ما نشرت بساطه وأستغفر الله العظيم لزلتي وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته